السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكل طبيعين جايش نور او محامل مصري. معكم عمرو عبدالمنعم. اخباركم يا ربكم بخير. ومعاكم في حلقة جديدة من سيزون واحد في زايلان. اه طبعا احنا زي كل مرة اه بنديب حاجة جديدة او انا بديب حاجة جديدة عموما يعني وبعد كده بقول لكم اللي انا عملته. الحاجة ده عشان ما ده عشان ما سنواتي بفدياته وكده. اه بعد كده بتكلم بخصوار يعني اللي انا عملته سريعا وبعد كده بنبدأ بقى الحلقة بتاعتنا. الحلقة بتاعتنا المرة دي اه اللي انا عايز اعمله ان انا هجيب تلات حاجات. هجيب ارجي. اه اسف هجيب اه دودكريس وهجيب اه انكي وهنجي هنحاول نجيب راكس. تمام? بس هو ان شاء الله هنجيب راكس يعني. انا اه كده كده مجهز اه بتاع راكس. تمام? ده اربعة وعشرين اه هنحاولهم طبعا لفريم دور. وستة ستون وتسعة. اه ده اللي هو او نحاوله كده 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 لحالتين هما اللتين واحد يعني. اه طبعا في اه دي مدات اللي احنا دعيفينها. انا عندي يعني اللي اكتشافتم ان انا عندي تلات انواق اه في واحدة دي دي سريع ان انا ممكن انا يعني عشيل بادة ان اصور بسرعة. اه دي زي العادية بالزبط زي بتاعت اه وفي عندي حاجات اه زي كده ان انا ان انا قدر احط حاجات فوق بعض. او احطه كريبود كريبود كليكشن كور مع بعض. تمام? فطبعا كل دولة اه مختلفين. وطبعا بالخمسة دولة على اساس اللي هما اه دولة يعني تمام? لان انا استخدمت فيه حتى خمسة دي. ده السراحة ان انا قدر اشيل بيه بسرعة يعني. ممكن نستخدمه تحت كده هيبقى سريعة. تمام? دي من دي من الحاجات الجديدة. اه في برضو حاجة من الحاجات الجديدة اللي انا استخدمتها الاول كنت باستخدم في اللي هي الادانس دي طبعا ما كانتش حلوة معايا قوي. اه فانا نزلت او وضفت او فيها اسمه تمام? اه منازل باسم سوبر يعني انا اللي وقفت عليه هنا هو اسم سوبر سباي جلوس. تمام? ده في منه تلات حاجات. تلات حاجات دولة. كل واحدة بتستخدم بطارية بس هم كلهم نفس الحاجة. يعني انا عندي ده سكن بتتحط على الهلمنت. تمام? اه وده هو هي هي نفس الحاجة بس دي بتمسكها زي يعني مش هتبقى مفتوحة معاك على طول لأ لازم تمسكها بايدك زي الزباية العادية عشان خاطر اه تقدر تشوف الحاجات اللي معايت يعني. اه الحاجة الاخيرة دي اه دي دي اللي ما مستعدمها في الوقت الحال اللي هي معي. يعني انا هدوس على رقم زيرو بتروح معايا في اختفاء عادي رقم اه رقم زيرو تاني هتبدأ تزهر معايا. دي كده طبعا انا معايا الاتنية التانيين. دي بتزهر طبعا في الهو. لو صحاب تاقي هنا هوتو تتحط على الهلمنت بعد كده مش بتاقي ده انا هستخدم الهيه تبقى دايما موجودة على الهلمنت. التانية ازا مقطو لكم الزي عادي خالص يعني. تمام? اه في بقى من الحاجات اللي احنا الجديدة اه اه المعفروض ان احنا جبنا ده المرة اللي باتت وجبنا البيتردون. اه وبرونوكسس ده كان معنا اصلا. فيه بقى انا كان جنب البيت هنا اهو كان فيه اه ترايك. الترايك ده كان ام. ليبل ميتين خمسة وخمسين. ومعها التلاتة تلاتة بيبي. تمام? انا قتلت الام واخدت التلاتة بيبي. طبعا هما فيه اتنين كبروا. وواحد اهو لسه اه اربعة وطمانين في المية قدامه يعني عشر دقايق بالكتير اه وياخد كير ويعمل مية في المية تمام? عشان يطلع بسرعاني. اه يبقى اقوى وياخد بفوها يعني معناها صح. تمام? دي كده تلاتة دولة كانوا مع بعض. نفس الكلام مع اه السلحيفة دي. اسمها كاربوني ميس. انا مبعرفش انت اسمها اصلا هي سلحيفة وخلاص عموما. اه نفس الكلام هي وكان فيه سلحيفة تانية. اه السلحيفة اللي فوق هنا اه. نفس الكلام برضو كانوا مع الام اه كانوا اه كانوا اربعة اربعمائة وعشرين تقريبا برضو. لأ بس كانت الام كانت اقل تقريبا حقا زي كده. المهم ان دولة الاتنين دولة برضو كان نفس الكلام تمام? بس انا اللي انا فكره اه انها لما باجعت للام البيبي بيفضل بنفس اللي بالنفس اللي بالنفس اللي بالنفس. تمام? انا مش عارف ازاي هم اطلعها ربعمائة وعشرين يعني بس الاتنين برضو كان مع بعض كان نفس فترة الترايك كده. وآآ لسه يعني لسه كابرين من شوية. تمام? في برضو بجاية عندي صغيرة قوي. انا يعني انا مش عارف ايه سببها. تمام? يعني مسلا انا ده لازم احط الصيدل عشان اعمل تمام? لو جيتها التاني بيقول لي انا مش مهم ازاي. يعني ما فيه الصادل اصلا. تمام? نفس الكلام هنا اه محتاج صادل في كل تمام? نيجي مسلا على ده اه بيقول لي من غير صادل يعني انا انا برضو مش فهم زي مش عارف بقى دي بجاية ولا دي ايه بالزبط بس هي يعني بجاية بتحصل معي تمام? في برضو ده برضو عمل جنب البيت زي التاني. بس انا عملت له برضو بنفس الفكرة اللي هو بقى كده عملت له اه انا هعمله تمام? وعمله عشان يبقى في المجدد في الحتة دي اي حاجة هيتعمل زبان في الحتة دي يقدر يتعامل معايا عادي يعني بس طبعا عشان هتحكم معاه في الخط الاحمر ده تمام? في حاجة اسمها داينوليتش اه اكيد الناس عارفاها يعني ده اللي هي دي تمام? اللي هي دي في الارض ايه? دي بتحجم اه بتحجم الديناصور اللي وقت فيها. تمام? طول ما هو عليه علامة الافل اللي هو الاحمر ده فمعنى كده ان هو مش هيضر يتعى برا الدهرة. يعني هو لو هو وفي ايه ديناصور دخل جوه. لو ديناصور ده طالع برا هو مش هيضر يلحق. ان هو دايما بيفضل. بس هم كده هو كده ماشي بطيء. ده سبب ان هو بيحاول يتعى برا الدهر الحمراء ومش عارف. بيعتبر زي مزنوق كده. تمام? اه برضو من الحاجات التانية ده انا حطيتها في الاربعة دولار اللي برا. دي طبعا المودات. تمام? دوت بيعمل كوليكت لاي بيدة وبتنزل على الارض سواء في التراز او بيدة عادية. لو طبعا انا اقدر اتحكم بكل الكلام ده من ان هو انا كده كده عامله ان هو بيلم كل الموجودة على الارض سواء في التراز او لا لنقيقة تنفعني عموما يعني. اه في دوت دي تلاجة بتاعة الاكل. زي كده بس ده طبعا المودل هو اه تمام? اه يعني برضو انا افتل على اي حاجة فيهم كده هتلاقي ان الاكل بتاعه وقته كبير. تمام? اه فيه ده بقى برضو حاجة يعني السراحة ده مفيد جدا فاشفة ده هيخلينا استغنى عن اه عن الدنك ده اللي هو بياخد البوب بتاع الحيوانات. وبيبدأ لحوالها الفلترايزر. اه ده هو المفوض ان هو بيلم البوب لوحده. تمام? اللي هي الحاجات دي يعني. وبيتعامل او بيعمل مع اللي هو بتاع البوت يعني اه بتاسب بتاع اللي هو اللي هو بيفضل يحط هنا اه طبعا عشان ما فيه يعني لو روحت مسلا جبت في السريع كده. تمام? انا لما فيه لو روحنا هنا ما فيش اي خالص. تمام? لو روحت على بتاع ده انا كده كده احط فيه كل الماتيرات بتاعتي وفتحت عليه. مجرد ما احطت الساتش هي هتبتاخد اوتوماتيك. اللي انتو شفتوه. لو روحت بقى على على دي وفتحتها. هلاقي الساتش هنا اهو. اهي. وبتبدأ تحول كل الحاجات دي لفلترايزر اوتوماتيك. هو اصلا البن دي شغلته. يعني اللي ما اعرفش الكلام ده. البن دي اصلا شغلته يعني. تمام? اه فيه بقى ده اسمه ده بيعمل من البن دي. يعني لو دست عليها هو صاحب لكل الحاجات اللي اتعملناها في الترايزر. من المكان هنا عشان المساحة والحاجات دي كلها ويبدأ يسيب مكاني. يعني اه فيه طبعا هنا اه زي ما بعمل بول في حاجة اسمها في الكروبس. في الكروبس دي لو فيه اي حاجات مسلا اه اللي هو الزرع والكلام ده كله محتاج في الترايزر هو بوضع كل في الترايزر ده بالتساوي على كل الحاجات الموجودة. تمام? اه الحاجة الاخيرة ان انا ضفت كل الحاجات اللي طبع المودات طبعا انا اه دفت وحطيت التلاجة. تمام? التلاجة فيها كل الاكل. اه ودفت البوكشيلف ده يعني انا لفيت شوية حلوين على الدروبات وطلع منها شوية حاجات حلوة. تمام? وحطيت طبعا البني دوت بيحول الاكل هنا بسرعة جدا. اه دي من حاجات من انا لقيتها في الدروبات. سريعا كده. اه طبعا في حاجات كتير حلوة يعني. ودي حاجات من المودات عنا تعرف عليه بقى وحنا اشغالين عشان بس ما نضيعش وقت الانتقريبا انا في العشرة ولسه ما عملناش اي حاجة. تمام? ده كده كل حاجة اتعملت اه في يعني عموما اللي هو ايه لسه ما عملش اي حاجة. تمام? دلوقتي بقى انا اه حبدأ اروض والانكي. تمام? طبعا الحاجات دي في الاغلب يعني خلونا نفتح بس المابة التانية. المابة هناو عشان انا قدر بس اشغال لكم عليها. الاغلب والانكي والدودكريس موجودين في المنطقة دي. تمام? اه بس المنطقة هنا طبعا فيها يعني فيها حوانات كتير وممكن يموت وفيه ليلة يعني. اه وساعات بيبقى موجود هناو. تمام? اه وساعات برضو بقى ليه هنا هو بس يعني انا مدورتش في الحتة دي وفي الاغلب يبقى موجود هنا وهنا. تمام? فالمنطقة الاحسن بقى يعني المنطقة الاحسن ان احنا ممكن نجيب منه ده الجزيرة اللي تحت اللي هي دي. الجزيرة دي فيها كل الحيوانات اللي فيها كلها مسالمة. يعني ما فيش اي حوانات هتاجم عليك. تمام? فيها حيوانات كتير منها ومنها دودكريس. دي اه اللي احنا عن جيب منهم. في بقى الجزيرة اللي فوق كلها حيوانات مفترسة. كلها. بما فيهم يعني هناك موجود كتير جدا يعني انا كنا من اول كنا من اللي في الحالة اللي باتت على البركام نحاول نجيب انكي ليبل عالي. فلا انا لما روحت الجزيرة دي لقيت الوضع مختلف تماما هناك. وخصوصا ان انا عامل اه اتنين يعني العدد اللي بيزهر بيزهر اكتر منه. فطبعا الموجود هناك انكي كتير. وفيه ركس كتير. يعني فدي ده المكان اللي احنا هنجيب منه الركس. تمام? فخلونا الاول نروح الجزيرة دي نجيب الانكي ودودكريس. بعد كده نيجي. قبل ما اتحرك انا فيه اه اللي هو الخضروات اللي احنا هنجيبها دي. اه لقيت من نافذ ربات يعني. فحاخدها معي بالمرة وحاخد دي. وممكن اخد برضو ده لقيته. ممكن اخد ده احتياطي. وممكن اخد ده احتياطي. مش مشكلة. واخد معي نص الاكل دوت. يعني ممكن اخد بس اه عشان لو ما لاناش هناك برايم ميت. فيه برايم ميت اصلا كويس اللي بحطه في الطلاجة. معي سبعتاشر واحدة. اه طبعا كويس جدا ان هو في ستاك هيساعدنا يعني. اه وفي ايه تاني. متهالي ده بس اللي احنا محتاجينه. في الوقت الحالي يعني. بيه بقى حاجة كمان عشان المنطقة اللي فيها المنطقة اللي فوق دي. خلونا جيب الموابط التانية. عشان المبدي هيبقى فيها حوالات مفترسة يعني انا روضت الاجس في حاجات كتير هتاجم عليه. فالافضل ان انا فيه اه دوت اللي هو ده. اه ممكن استفيد بيه. يعني انا ممكن اخده معي واستفيد بيه هناك. تمام? فخلونا نبتدي بقى. هروح على الجزيرة اللي تحت الاول. تمام? اللي هي تحت على الليمين خالص. وعشان نشوف الانكي وارجع لكم تاني. بنا اساسا الجوترها هجيب الانكي فلاقيت دروب بولت اجيبه مرة فلاقيت انكي صادر. لتغير اللي احنا لقناها بل الجزيرة فجاء ما اصلاحها يا هاني. احنا كده وصلنا الجزيرة اللي بقول لكم عليها كلها حيوانات مسالمة مفيش اي حاجة اعتاجم عليه خالص. تمام? فطبعا احنا اول ما دخلنا اهو ادي الانكي. وفيه طبعا برونتو هنا برونتو لبل تسعين. عندنا انكي لبل تسعين والانكي التاني مية واربعين. خلينا نشوف لو فيه اي حاجة تانية. آآ بس غالبا هنلاقي جوه يعني. بس انا لفت حوالي الجزيرة ولما راجعت لشوت تاني. لقيت ده امتلو خمسين فشافوا حلو جدا. بس طبعا عشان يعني اعمل الكلام ده محتاج ان انا اقتلتين دولار الاول. تمام? اه لو لحقات تقول لكم فيه اللي هو اللون اللي بيض حوالين يعني حوالين الديناصور ده. ده مود في المفروض ان ده بيشتغل بشفت اف خمسة. تمام? في كزا مود تاني يعني فيه مسلا شفت اف اربعة. ده زي رؤية حرارية كده. آآ يعني دي يعني ده بيتشوف بالليل كويس يعني. وفي الاف تلاتة ده الرؤية الحلرية بقى عشان مسلا قدر اشوف ديناصور مش عايف ايه الكلام ده كله. المهم يعني خلينا نايفل ده مش محتاجه دلوقتي في الوقت الحالي. وخلينا نشوف ديناصور بقى بتاعنا. طبع احنا عشان خاطر آآ نيجيب الان كده. انا كويس اصلا ان انا جيبت معي آآ آآ ممكن بقى نعمل ايه? ممكن ناخد ديناصور ده عشان ما نفقيتش بس ونضيع وقت وكده. تمام? آآ فين آآ راح فين? اه مسلا ده امتين وخمسين ما فوق بقى ناخد الباقي تمام? طبعا الانكي بيشيل الحيوانات دي فانا ممكن لسولة كده ممكن ناجي راح شايله. واخده رمي بعيد. عشان رايح دماغي ووفر عني الفايت. تمام? يعني ده مية واربعين ممكن اخده كده وارميه في ايه حتة بعيد. في البحر بتاع ممكن رميه هنا وكذا. انا برأي حتة كافية ايه? اهو ناخده ونرميه. نفس الكلام هعمله في التاني. وقادي كمان تاني واحد جنب اخوه. كده. هو طبعا مش هعده في المية لان انا حابق بعيد عنهم. تمام? كده ما فاضلش يجري الانكي اللي هو المتين وخمسين هناك. طبعا انا مش مش هقلق منه. تمام? آآ لان هو كده كده حركته بطيئة فعبان ما يجري اصلا او يفكر يجري يجبني فدي قصة يعني فده انا على اقلق من المية لي وهمشي بالراحة يعني تمام? اما حاجة بس اخلي الاتنين دولة اكتل هما باسف. تمام? اما ده كده الاتنين باسف اهو. اكتل برضه صفاء لون تاني. تمام? واغير الامو لطبعا المعرفش ازاي بغير الامو بسرعة? بعمل لحرف ومن حرف بيزهر لي الحاجات المتاحة معي ان انا ممكن اعدل عليها. آآ طبعا انا معي كريزبو بيجيب لي الامو المتاح. تمام? طبعا عشان انا معي اللي ستون فاللي انا محتاجه دولة اغيره والترانك ارو. نفس الكلام مع العكس يعني انا لو عايز اغير اللي ستون هروح اقاف عليها كده. واجيب لي اللي ستون. تمام? احنا اكتلها معنا ادي الترانك ارو. وقادي المعلم. طبعا انا بقى ايه? على اقلم المهلي ومعي يعني. طبعا هو آآ او اللي هي الخضروات يعني هاخد مني ستة وعشرين. انا معي تقريبا يكفيه زياداني. عيه خمسين. تمام? آآ طبعا احنا لو قمعنا رجل الكيبل هيبقى اسرع بس طبعا في الوقت الحالي عشان احنا لسه ما جبناش لسه ما عملناش وغالبا ده اللي هيبقى موجود الحلقة الجاية لان انا محتاج قابني ديت فحن آآ عشان ننجز به يعني انتايم اسرع تمام? خلونا بقى نبتدي الضرب. خلونا بقى انتايمه. بص هو حركته بطيئة قوي. فعلى اقل من مهلينا بقى فهم? مش مستعجلين في حاجة. اهم حاجة انه هو ان انا مضربش ده انا صورات تانية. بس يعني لما اجي مسلا جنب ده. آآ يعني ايه ما مضربهوش بس هو كده كده حينام بسرعة. زي ما احنا بعلم اهلنا ايه بارجع خطوة خطوة كده بالراحة. واضرب فيه. هو كده كده ايه زي بيلب في كده. حياخد لقفة ويجي تاني. فده ده عادي يعني. اما حاجة مضربش في ديناسور تاني عشان ما بقص التين. ده المهم. وخلاص اقرب ينام. تمام? ممكن اخد دربة تانية او ممكن اسيبه ينام لو واحده اصلا. وغالبا هنعمل لوحده. محتاج ان اضربه تاني. بس كده. كده معانا الانكي. تمام? اقسم او حط له خضرات كلها مش مشكلة. مهم? هو المفروض ان انا زودت التيم اخر مرة. ان انا ممكن تبزود اه براود الانكي اللي هناك ده اخد مني وقت كبير جدا. فالمفروض ان انا آآ زودت ده يعني التيم المفروض ان هو قوي معانا بسرعة. تمام? فده كده بالنسبة للانكي. اه انا ممنى لفيت. المفروض ان في دو ديكريس برضو على الجزيرة هنا بس ما لقيتوش. يعني انا مش لاقي دو ديكريس على الجزيرة هنا هو. خلوني برضو كده ايه الاف في لفة تانية. بس بابا يعني انا تقريبا لفيت الجزيرة اكتر من مرة ما فيش اي اصل لدو ديكريس واحد حتى على. تمام? آآ فانا مش عارف بقى هم غرروا الازبان بتاعها هذا لأ. بس آآ يعني على ما اعتقد على ما اعتقد ان آآ عشان خاطر الانكي الازبان بتاعه كتير قوي. يعني فيه انكي كتير قوي حوالين الجزيرة. تمام? كلها اللي بلات عالية. فمش عارف بقى هو ده يمكن ده السابق اللي مش ميخلي دو ديكريس يعمل هنا ولا لأ. تمام? آآ فمش عارف يعني ممكن بقى ايه نحاول نجيبه من عند البركان. آآ او ممكن انا اشوف لو فيه بحتة تانية. او هم غرروا الازبان بس ما اعتقدش ان هم غرروا الازبان يعني ان ايه هي نفس الازبان بتاع القديم بالزاد. تمام? انت الانكي انتم شايفين انا الازبان بتاعه كتير قوي. تمام? بس اللي انا لاحظته في الجزيرة هنا ان فيه كمية كتيرة جدا. جدا في كل حيوان تقريبا فيه تمام? آآ يعني فيه بقى اتنين آآ صراحة انا شايفهم هم حلوين. يعني فيه مسلا آآ برونتو ده الافل مية وتلاتين مع اتنين بيبي. ده واحد اهو واحد اهو. تمام? آآ طبعا احنا ممكن نتل برونتو المية وتلاتين دوت. وناخد الاطفال بتاعه. بس طبعا احنا لو هاجمنا عليه المعلم اللي داخل ده هاجم علينا. وليب العشرين فمش هيزعنا يعني ممكن نقتله. فمش عارف بقى ممكن نهجم وناخد الاتنين دولار. وهو مية وتلاتين طبعا قليل بس هيساعدنا بتجميع الموارد كتير. وفيه برضو واحد تاني آآ كان اسمه ايه? مش فاكر اسمه. مش فاكر اسمه. السواء كان في الحتة دي يعني. بس ده كان ميتين وتمانين وان احنا نقتله الموضوع صعب جدا. ده اهو. آآ اهو ده تقريبا محشور. لازم ناتل الام يعني انا حاولت ان انا اجيبه ولازم ناتل الام تمام? اهو. ما فيش اي طريقة ان انا آآ اخده يعني جير ان انا اقطي الام الاول بعد كده فكر في ان انا انا مساكه يعني. بس اخلي بالكو ده انا ممكن اي بيبي يعني حتى لو برونتو ده غالبا غالبا انا امسك برونتو صواني كده. آآ اي واحد من البيبي كده بس تقريبا لأ. لأ اقول ان هو حجم كبير. بس ده ينفع يعني البيبي الزغير ده. تمجربه قبل كده ينفع عادي ان انا اشيله اهو اشيله مسلا آآ في اي حيتة دي لام بتاعته ايه? فانا ينفع شيل البيبي بتاعها بس ما ينفعش الى هيا. تمام? يعني هيا مش تنفع. فباستر ما فيه العلامة دي ينفع ان انا اقتله عادي. تمام? فطبعا متين وتمانين آآ وفيه طبعا بيسحب الانيرجي وكده فمش عارف. ايه رأيكم? نقتله وناخد البيبي. بس اللي انا هاخده هيبقى امتين وتمانين برضو يعني مش مش هيعلى اكتر من كده. آآ مش هيعرف بقى. هو هيعلى في تقريبا لو عملت له تقريبا يعني. آآ ممكن نجرب بس انا لو هجمت عليه كل ده هيجم علي. اللي هو اسم السيجو. آآ نفس الكلام مع برونتو. طب انا اقول لك انا حاجة يعني انا الفكرة ان انا عايز آآ اخد البيبي بعيد. تمام? ممكن اعمل حتة من التراب اللي معايا. واشيله فيها. آآ خلونا نعمل كده احسن في الضمان عشان ما يموتش مننا. انا كده كده اصلا الحاجة اللي اصراكش اللي احنا حاطنا دي ينفع بكل سهولة اللي انا شيلها يعني. خلونا نيجي مسلا هنا ونعمل جزء من التراب. حتى لو صغير جدا يعني. على كده. نعمل مسلا آآ اربعة. تمام? اتنين في اتنين. كده 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 كمان واسع قوي يعني. ونعمل التوب عايزينه آآ. خليه احسن. انا ممكن اخليه دور احسن. كده اهو. كده اهو. بحيس ان انا اخده واشيله هنا هون هو كده كده مش عارف اتلع يعني. بعد كده هاقتل الاتنين اللي هناك وينفع ان انا اخده. او فكرة كلها فان انا اعطل الامة بس مش اكتر. ادي كده اهو ممكن بقى نيجي كده وناخده. صراحة انا ما جربتش ازا كنا لو اخدنا الولدة دي او يعني يعيد عن الام هل هينفع ان انا اغدو ولا لأ. دي ما جربتهاش بس على ما اعتقد ان هو ما هنفعش. يعني لازم اقتلها بعينها عشان خاطر ان انا استعدم ده. انا افاكد انا جربتها تعريبا هنا. فخلونا نيجي هنا كده. ونحبس المعلم نزلته غلط. ماشي. خلينا ناخدو. تاني. وننزل بي. هو طريبا بيقول في الصورة وضع من ايه. ماشي هات كده. كده. ونزل هنا. بس كده. كده بقى نايت الام. بعد كده نجربه. نشوف كده حير ده وضع لأ. صح ما راضاش. لازم اقتل الام زي ما قلت لكم. الله سيلا بينا اقتل الام. قادي الام اللي امتانه وتمانين. هنا بس ايه نملة كده لان انا عارب ان هو هيفشخ الانيرجي بتاعتنا اساسا. طبعا مع واحد تاني. انا ممكن نعمل حاجة حلوة. انا ممكن ااا نحاول ناخدهم ونسحبهم ناحية البحر. اه خلونا كده نجرب. انا اصلا بدعمجوا شوية حلوين فممكن ان انا اقتله عادي. بس طبعا هو هيفشخني في الالس. تاكده اول واحد مات اهو. لانت البلقوم نفسها بص 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 الحركة دي هي دي اللي بتسحب الانيرجي وبتفشخ بالشلد. هبص الانيرجي بتعمل ازاي? اوه 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 اوه. تعالة 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 تعالة. طبعا ايه خلونا ناخد نحاول ايه من الانيرجي بسرعة كده. نمشي بعيد سيكا. ننزل. اما حاجة ان انسحبت الانيرجي اللي بيعملها دقيقة شيء ما اوي. نعمل بس الانيرجي حاجة بسيطة. نجي معانية تانية واجهة ايه لنا اصلا. نشي تعالة بقى كده تاني. وخلاص اصلا اقرى بيموت. وقادي الام ماتت. طبعا هو انا الانيرجي. بيبقى كده اللي اللي في النص دي عليها ساهم احمر. دي له ساهم احمر. دي اللي بتسحب الانيرجي ومتخلنيش اني انا عملة تاني. فهي دي اللي بتاخد وقت يعني. وستعلم احنا كده اقتلنا الام لو رحت هناك على البيبي اللي هو بيحاول يتحرك في كل حتة كده. اللي هو بيتحاول يتحرك في كل حتة معنا كده ان هو ايه اه مش لاقي الام وتقدر تروده. فخليني اروح كده. كده اهو احنا وصلنا. تمام? عنزل كده. كده بقى لو رحت عليه اهو. شايفين بقى دي اللي بيقول لي آآ بقدوس ايه عشان خاطر بتاعه. مجرد ما ادوس ايه كده انا اخدته. كل ده عشان انا اقتلت الام بتاعته. تمام? فخلونا بقى ايه ناخده في معنا بالمرة. كده ونعمله بقى هناك في البيت. كده احنا جابنا من جيل ما نتعى فيه. ممكن بقى نعمل نفس الحركة دي مع البرونتو. لان البرونتو اصلا صراحة هيفدنا آآ احنا نجمع كتير في لحظة عرفيا يعني وساط شهود فحيفدنا فكواس ان هي جات مصلحة. فخلونا نجيب اللي هو المية وتلاتين ده تقريبا او كان مية وتمانين. مية وتلاتين. آآ ده كبر شوية ماشي. خلونا المية وتلاتين طبعا همش هينفع اصحب البيبي بعيد. آآ فخلونا نجرب. لان غالبا عشرين كلا حيبدأ ايهجم علي يعني. خلونا نجيت الده بقى كلا. كلا كلا بيتدمج بكبير اهو فمصلحة. خلونا هعدل دلوقتي اللي تحت ما جايش. ومش عطلنا اي اصلا. ومصلحة. وقادي الام خلاص كلا بانت اتا ايه? شفا. كلا بقى ايه? احنا عايزين الاتنين. ده اهو. اعمل بسرعة. تاني فين التاني فين التاني فين. تاني راح فين? انا راح فين? اهو التاني يوم. امسك خط 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 خط. اهو دي التاني. كرا جابنا اتنين برنت اهو برنتو في لحزة. ما عملناش اي حاجة. مجرد انا معتلت الام ده ودي دي حاجة كويسة جده مصراحة في الجديد. فخلوني اخد المعلم ده كده. مش عايز تشليه. ماشي ممكن اخضف واحدة من التانين. ده اهو. اه دي اول برنتو. ننزل بس البرير ده على الارض. وادي التاني. اهو. دي بقى كده حلوة يعني ان انت في حاجات زي بيتسهل عليك حاجات كتير. يعني احنا اصلا مش عاملين في الحزبان ان احنا نجيب دولة اساسا يعني. تمام? فاحنا جبناهم حرفان في لحزة. يعني انا اه انا اللي يهمني اصلا ان هو العشان خطر المتالي. يعني العشان طبعا هجيبنا حديد بالعبيد. تمام? عشان عشان خطر ابدأ اعمل للبيت بتاعي. تمام? اه فده كده احنا جبنا ادي جبنا اتنين. يعني جبنا جبنا تلاتة. يعني هو اتنين برونتو. واحد في ميل وواحد ميل. يعني ده كده زي الفل قوي. تمام? وطبعا جبنا المفروض ان انا ما بعمله يعني يبقى المفروض ان هو بيعلى في الليفل اكيد انا عملت له تيم. ده على ما اعتقد. يعني مش متأكل من المعلومة دي. تمام? اه خليونا زود بتاعتي. ماشي. كده احنا جبنا الاتنين دولار مش مهمني في حزبان اصلا زي ما قلت لكم. كده فاضل آآ هو خلاص اهو يعتبر ستين في المية. وفاضل فانا يعني يعني حوقف طبعا لحد دقيقة اول ما يقوم. بس في في الوقت ده يعني هحاول ان انا شوف آآ دو ديكريس. هلأ هم غيروا لازبان بتاعه او ان هو بيعمل هنا بس مش عايز يعمل لازبان عشان خالف الانكي كتير. فحاول هشوف الحتة دي يعني. آآ فهشوف وارجع لكم تاني. طبعا قبل ما انسى وقبل ما اعمل اي حاجة لازم اعمل بيكوب ده انا حطيته. آآ طبعا في الجديد آآ مش لازم باعمل بيكوب الاول لازم اعمل بيكوب واحد واحد او في القديم عموما كان لازم اعمل له ديمولش على طوض. ان هو اضمره. طبعا في الجديد آآ الناس يعني انا كان لقى في القناة تانية في فيديو بالانجليزي. آآ بحاجات من حاجات الجديدة دي. فبدل دلوقتي انا مسلا انا انا هشيل السور دوت. تمام? اللي هو الولد ده. فبيشيل حدي خالص. تمام? فدلوقتي انا عندي دي وعندي ده. في الاول لمكتبات اشيل البيكوب. يعني اجي اعمل بيكوب لده. كان بيعمل ديمولش لا اي حاجة عليه. لأ دلوقتي بقى ما فيش الكلام ده. انا عملت بيكوب. هيشيله وحشيله فيه. طبعا عشان مربوط بحاجة تانية خلونا نجرب مثلا دي. اهو شفته شاله الاتنين وجات معي ايه. ده هو زائد اتنين اتحطت عادي. ارو اعمل بيكوب. كل حاجة اتشارت ما فيش اي حاجة تعملها ديموليجي. فطبعا دي حاجة من الحاجات الجديدة حبيت ان انا اقول للناس اللي ما عنداش علم بداية يعني. آآ خلونا بقى اشوف نظومه لغاية ما يصح. طيب بصوا الشباب انا بصيت على اللي هم غيروا رزباهم بتاعوا اللي لا. وهما كان غيروا رزباهم بتاعهم من المنطقة نوعو. بس في القديمة كان آآ دود كرس والانك اللي اتنين مع بعض في المنطقة انه هو ما كانتش في مشاكل. آآ فاحنا خلونا بقى هنعمل الانكي الاول يعني افتعامل الحساب ان انا اروت ده. والتاني مع بعض بحيس ان هم يبقوا في نفس المنطقة ويقوموا مع بعض. او ان هو اي يعني هبقى فيه فرق ايه بسيط في نفس المنطقة من جانب ما انا اخد وقت في الفيديو يعني. آآ ففي الاغلب كده في الاغلب آآ ممكن اعمل الانكي وآآ دود كرس بس عشان خاطر الفيديو ما طولش وخصوصا ان احنا جيبنا كمان الستيجو وجيبنا البرونتو. آآ عشان ايه ما ياخدش وقت يعني مشانا طول وقت الفيديو يبقى طويل زي كل مرة. طبعا. فالريكس ممكن نخليه المرة اللي بعدها. فانا مستني بس الانكي يقوم وبعد كده هنروح نشوف الدود كرس. الدود كرس المفروض ان هو موجود فيه. آآ اللي هي العلامة كانت ظهرة بيقول ان هو موجود في المنطقة دي وموجود في المناطق دي كلها. اللي هي في وعند البركان. فخلونا نشوف المنطقة دي الاول لو تمام لقيته تمام ما فيش اضطر ان انا اروح لحد البركان ونجيبه من هناك وخلاص. طيب ايدي كده الان كام طبعا هو اخد شوية وقت عشان عالي. آآ معيني يعني المفروض ان انا مسرع طبعا بتاع التيم دوت آآ عشان خاطر الوقت وكده. آآ بس يعني انا معرفش بقى ممكن محتاجة نعمل زي الليبل والكلام ده ولا لأ بس هو عموما يعني احنا كده كده هنعمل الكيبل والكيبل زي هيا اللي هتنجزنا في الموضوع دوت. آآ احنا كده ادي الانكي. آآ محتاجين بقى نجيب وحشوف انا الاماكي اللي هم عاملينه فيها. الحاجات اللي هم يعني نقول ان هو تغير المكان في الجزء اللي قدام ده او ناحية البركان. فخلوني انا اشوفه سريعا عشان مش عايز مش محتاج وقت الفيديو طول. عشان الناس ما تدعيشي. فاول ملايه واحد آآ هقول لكم على طولها هيكون كويس او التين بتاعه نفس بالزبط الانكين احنا نضربه هو كده كده بطيه هنرجع واحدة واحدة الورا ونضربه او اي ان يكون النوع اللي احنا هنتعمل بي يعني. شو الشبابة وانا المفروض ان انا روحة المناطق اللي هم بيقولوا عليها دي. تمام? طبعا انا لما جيت اخش ما لقيتش اي حاجة من دول خالص. ملاتوش في ولا مكان. تمام? اه المهم يعني وانا بجيب كده فلاقيت المعلم. قلنا بس اخده مسرعة كده او. ده احاول امسكه ده امتين وسبعين. فعالة باشا. فعالة بس كده. كده انا مسكت واحد متين وسبعين طبعا واحد بتاعه اكيد رايح بالاهية. تمام. فا اه خلوني بقى ايه او ادي اه مكان كده امن. خلي اخد قبر الاول. او احطه مثلا في حتة امنة كده لغاية ما عملكون ابنين له مثلا زي تراب كده. وحطه جواه بحيس ان هو ايه ما يتدمش كتير. فباس ان احنا لقناه. آآ طبعا لقيته في المنطقة الجبلية اللي هي في النص تمام? ممكن في واحدة تانية فيه اللي هو تلات جبال. في واحدة علمين. وواحد اللي هو عند البركان والمكان اللي انا عليه. طبعا ممكن تلاقيه في تلاتة اماكن دولة او في الجبل اللي عندي. طبعا هو فيه في اكتر من مكان ممكن تلاقيه يعني. بصو انا ممكن اسيبه فوق الجبل هنا. وبالحتة اللي تحت دي اعمل له تراب سريع كده وبعد كده احطه جواهي. خلونا نزله انهو كده. اهو. في الحتة السريعة دي بقى كده هو كده 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 ما فيش ايه ده نصور انهو. ده اهو. سريعا بقى اعمل له ايه في الحتة دي. طبعا انا الوقت عندي تقيل ان انا اخدت الحجم التاني. بس خليني. آآ اقدر اعمل هنا. طيب طب. خلوني احاول مسل اشيء الحاجات دي كده. هو وقت غالبا عشان خاطر الكريسل ده. صحة كده. خلوني احاول تاني. ادي صحة كده. ونحطه ادي الول. كده كده كده. مش مشكلة معنا بزيادة. ده اهو. ده اهو. هو ادي الافلة. حالا بقى ناخد دينو بتاعنا الارجي. وناخده المعلم ونحطه جواه. ممكن بقى نسيبه يهيل بس هو راح فينا اهو. تعالى تعالى تعالى. على يا باشا. ادي التراب بتاعنا. اهو. اهو. بس كده. ننزل بقى هنا كده باشا. طيب احنا بقى عشان نطلعها بس في الحتة دي كده في الامان يعني. ونقدر نستخدمه وانا كده كده معايا رم فممكن احط اتنين رم عشان اقدر اطلع عليهم. ده اهو. ادي الرم. ماشي خليها واحدة مش مشكلة. طيب هو كده طبعا الهلس رايح فيه ده هي. فمش عارف بقى لو ضربته كده هل هو هيتايم مش لغير ما يموت ولا لأ فانا مش عارف. هو غالبا انا لما بضرب يعني بضرب بكريزو بياخد نص الهلس عشان الخاطر يتايم فانا عندي فكرة هسيبه يهيل تمام? آآ بعد ما يهيل حبدأ اعمله تايم فانا حوقف في الفيديو لغاية ما يبدأ يهيل وبعد كده هرجع لكم. بصوا شبابة انا انا بقى لي كتير حرفية من وقت مستنيه يعني يعني تقريبا انا سايبه بتاع حوالي ساعة حرفيا. آآ يعني قفلت الفيديو ووقفت ومستنيت وعايز اقول لكم انا اساسا جمعت الماتيريا الكمان. آآ كماعي صادر للانكل اللي اناه واحنا الواحيين. يعني جمعت الماتيريا الكتير جدا يعني مجمع سبعة تلاف ونص متل واربعة تلاف آآ توب ستون ومجمع حوالي تلتمية اوبسيديان آآ وربعمية كمان كريس تلاف مجمع مثالي الماتير مستنيه اساسا وعايز اولوك ان اروح تاخد كم دروب كمان والحد دلاتي والحد دلاتي يعني خمس تلاف يعني خمس تلاف آآ فانا بصه يعني هو المفروض ان هو بياخد تقريبا نص الهيلس لو انا ضربته كده تمام فانا حجازف يعني انا حجازف وجرب آآ واشوف ازا كان هو هينفع معي يعني مش هيموت وقبل ما يموت هبقى اي يعني ضربة على الهادي آآ في حاجة كمان قبل ما نبتدي آآ هما كانوا معدلين في آآ ان لو اخد آآ ضرب كتير بيقفل على نفسه بيبقى عمل زي كورة كده ما بيخليش حد يضربه تمام فا او الديفنس بتاعه بيبقى عالي فمش عارف بقى هم عاملين حركة دي هنا وده لأ بس احتياطي المفروض ان احنا نخلي الدرب بتاعنا على الهادي يعني مسلا ضربة ونستنى مسلا تلات اربع ثواني وضربة ونستنى تلات اربع ثواني ونفضل نعمل ايه بالاسلوب ده كده لغاية ما آآ نفعيه مخالص يلا بسم الله ونجرب طبعا الناس اللي ما مش هستعمل اه بنفس الاسلوب الانك بالزبط هو كده كده خارقة بطيئة ان انت ممكن تضربه في الدماغ يعني ممكن ان اضربه في الدماغ ينوا كده اهو آآ طبعا التين بيبقى اعلى تمام او الترنك بيبقى اعلى فدي حاجة كويسة تمام بس انا في نفس الوقت الدمج بيبقى عالي فانا مش عايز اخطر في الموضوع ده تمام اه فاللي مش عايز يعمل آآ زي ما قلت لكم ويرجع بضاهره بس واحدة واحدة كده ويبدأ اي يضرب عادي وان شاء الله حتى تزبط معي اهو الانك كده اه صحا هناك اهو انا كنت سايبه يقوم براحت له وعادة لف شوية على الدروبات يعني استفيد بيها ومجيب شوية حاجات حلوة صراحة اه 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 اخد الدروب ده وارروح بقى الانكي هاخده وبعد كده هرجع البيس على طول اه هرجع لكم هناك بقى احنا كده وصلنا لبيت خلاص اه خلينا بقى نزل للحاجات اللي احنا جبناها دي احنا جبنا اتنين برونتو اهو اهو ادي اول واحد لسه بيبي طبعا وتاني واحد برضو برونتو اللي هو الفيميل اهو ده ده طبعا نعم عشان خاطر ان انا استخدمت اتنين وارا بعض. اه اه وفي الانكي. اعرف بقى اهنا ما ده لقى. برضو شرحه. تمام? وجبنا استيجو. اه دي استيجو. اهو. نفس الكلام. تمام? من دولة طبعا تلاتة دولة بيبي. ويجبنا الدودو دي كريس اللي اسم رواضين. طب اشمعنا ده بقى اشمعنا ده بقى انا مش. طيب هو غالبا اللي بينام اللي هو ليه وقت لكن اه اللي ليه اه اللي هو. فكور ايه? ايه? لوا يعني اقول لكم. عشان عشان انت انت اتكلمة بالزبط يعني. بس غالبا هي دي خلنو انجرب تاني. لا مش بالزبط هو تقريبا عشان ده نوع عشان ده نوع وده نوع. بيعملوا نفس الحركة. خلوني برضو اطلع المعلم ده كده. سبقى كلهم نايمين. كده كل اللي احنا جبناه النهاردة. جبنا آآ الاساس بتاعنا كان ده ده الاساس اللي احنا كنا هنجيبه النهاردة. آآ بس طبعا احنا زي ما شفنا اللي انا جبت بالصدفة يعني معاه بالصدفة. العتلظة اه تالت الام وة اخدت الاتنين بس لو اخدت قاه لكم ده زادي اتنين. انا مش عارف ايه السبب بس ده زادي اتنين. اخدت لكم مفروض اللي اتنين نفس الليفل يا ده مية اتنين وتراتين. وده مية اتنين وتراتين. ما عرفش بقى لي يعلاقة او بالوقت ولا لقا? آآ مش عارف يعني ده ثلاثتاشر وده تلاثتاشر. فالاتنين مفروض واحد. مش حابقتها صحي دولة بقى توت ابيض وعيشوا بقى تكلهم لغات ما يصحوا بس المهم ان احنا جيبنا الاتنين طبعا الاساسي بتوعنا ان الدول هيساعدونا جتير في الماتيريال. وآآ لان طبعا احنا جيبناها بالصدفة ده حلوة في الديفنس. آآ في الديفنس بقى بأي حاجة عموما يعني هو لي ليه تلات مودات فحنا بقى نتكلم عنهم واحنا بنلعب. المهم آآ ده كده ان يعتبر نهاية حلقتنا او النهاية اللي احنا عملنا النهار ده مفهولة نقطة هجيب ركس. بس طبعا يعني من جير كانوا صعبين جدا. تمام? انا عايزة بقى بس عشان الصوت آآ بتاعهم عليه قوي. آآ فزي ما بتركه هو والانكي التيم بتاعهم كان آآ كان واخد مني وقت يعني اخد مني وقت حرفيا مع اني برضو مصرع يعني يعني اعتبر صراعتي التيم عن المرة اللي فاتت. آآ بس احنا كده كده هنحتاج الكابل والكابل هيبقى اسرع. آآ انا هقسم الفيديوهات يعني اللي انا يعني قررت ان انا اعمله ان الفيديو اللي جاي هنعمل هنعمل بلد بسيط كده وممكن نعمل بلد كبير يعني ممكن نعمل بقى التلات طوابق وبتاع الحاجات ده انا كنت اعملها قبل كده في آآ كنت اعمل بيت هناك طبعا لشعب الفيديوات القديمة آآ بس مش القناة دي في القناة التانية آآ كنت اعمل بيت وبشرة ازاي بيتعملوا الكلام دوت. هنعملوه سوا تاني. اه وممكن اه ممكن نعمل حاجة صغيرة. ممكن اعمل كده ممكن اعمل كده بحيث الناس مثلا بتلعب مش هتعرف تبني البيت ده بسرعة لان البيت ده محتاج متالية لكتير. طيب هعمل الاتنين. يعني هحور للناس ده وحور للناس ده بحيث ان هو يبقى شرح. وفي نفس الوقت عملنا الفارم لينا. تمام? فده اللي احنا هنعمله. آآ بعد كده بقى هن آآ يعني ممكن في بقى يعني بعد ما وخلص الفيديو او حتى قبل ما اعمل الفيديو اللي انا بقول لكم عليه دوت. ممكن اجمع ديناسورات كتير. آآ ديناسورات كتير اللي لازم اجمعها لسبب. يعني احنا محتاجين بيد عشان نقدر نعمل الكابلز. طبعا عشان آآ يبقى في حاجات كتير فالمفروض ان انا اشوف انواع كتير. يعني مثلا آآ زي تمام? هشوف ايه نوع البيت اللي بينزله? لان انت عشان تعمل كل كابل او تعمل كابل معينة آآ لكل لون لازم بيد معين او احجام معينة من البيت. طيب المفروض ان انا هشوف الانواع الافضل ان انا اجيبها. آآ لو في ديناسور صعب ان احنا نجيبه او محسنا محتاج تراب او محتاج اي حاجة ممكن اخليه يعني ممكن اسيبه في وقت تاني بحيس ان احنا ايه آآ مع السلسلة بتاعتنا نحاول نعمل لكل الديناصورات اللي موجودة. طبعا انا لو في ديناسور انا تلو تيم والموضوع بتاعه صاحل يعني مثلا آآ زي محتاج بولة بس كده وتدربه كم ساهم وخلاص على كده او بالرايفل آآ اللي هي العموما يعني وده الافضل اللي احنا كنا نجيبه آآ بدلا ما كنا استخدمنا الاروي يعني حتى آآ لو كنا استخدمنا الرايفل آآ ده كما حيساعدنا بسرعة في حتة لما كان له آآ كان ناسف كان له فكاننا حينام بسرعة. وفي نفس الوقت مش هيدمجه كتير. تمام? آآ فاحنا زي ما ترى لكم مرة جاية هنعمل فارم. في الباكسين انا هحاول اجمع ديناسورات كتير عشان نجيب البيت بحيس ان احنا لمرة جاية هقاريكم ازاي نعمل فارم وازاي نعمل كيبلز بين الحاجات ديت. آآ اتمنى ان الفيديو يكون على جابكو واشوفكم الحلقة الجاية.